نظمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية المؤتمر الإقليمي المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية بمشاركة رسمية محلية ودولية في العاصمة عمان وناقش المؤتمر في يومه الأول دور التشريعات ومؤسسات الدولة في تهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية ودور الإعلام والمجتمع المدني في تعزيز انخراط المرأة في العمل الحزبي كما وتحدث المشاركون عن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في العمل الحزبي والسياسي فيما ستستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد نحن اليوم معنا عدد من المشاركات من عدد من الدول العربية وأيضا خبراء دوليين ونعتقد أنه مع نهاية أعمال هذا المؤتمر اللي بتناول محاور مختلفة واللي هي المحاور اللي يعني نرى أنه لابد من العمل عليها بشكل متكامل وبشكل متوازي حتى نتمكن فعليا من إحداث تغيير على مشاركة المرأة في الحياة الحزبية بعدما نخلص هذا المؤتمر سيكون فيه هناك تجميع للمخرجات والتوصيات وإن شاء الله سيتم مناقشتها أيضا على المستوى الوطني ومن خلال المشاركات معنا من الدول العربية للخروج بورقة توصيات متكاملة أفتخر أن أكون أول إمرأة تتولى منصب وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية هذا إنجاز ولكن نحن بحاجة إلى عدد كبير من النساء يجب أن ندعم بعضنا البعض ويجب أيضا إطباق القوانين التي يتم تبنيها من أجل تعزيز دور المرأة الكوتة هي خطوة مهمة جدا من أجل تعزيز دور النساء في المنظومة السياسية سواء كان في الانتخابات البلدية وفي الانتخابات المجلس التشريعي وغيرها ولكن هذا أيضا جزء من النضال الذي تقوم به المرأة الفلسطينية إلى جانب أخواتها في المنطقة العربية نعم نحن قطعنا في الأردن أشواط كبيرة في تمكين المرأة والمرأة الأردنية أبدعت في مجالات عدة وتميزت سواء محليا أو إقليميا أو عالميا أيضا لكن نحتاج مزيد من الوعي والمزيد من البعد الثقافي والإدراكي بعد إنجاز أعمال البنية التحتية للمسار الثاني من المرحلة الأولى لمشروع الباصي سريع التردد بنسبة 100% أعلن أمين عمان دكتور يوسف الشوارب عن بدء العد التنازلي لتشغيله وافتتاح محطة طارق أمانة عمان قدرت كلفة تمويل المشروع في مرحلته الثانية بنحو 281 مليون دينار للفترة من عام 2022 ولغاية 2026 كما وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أكدت سابقا أن نسبة إنجاز أعمال مشروع الباصي سريع التردد بين عمان والزرقاء وصلت إلى أكثر من 73% أقدمت سيدة على خنق طفليها البالغين من العمر ست سنوات وثماني سنوات ما أدى لوفاتهما بحسب الناطق الرسمي باسم الأمن العام فإن بلاغا ورد لمديرية الشرطة من زوج السيدة تم التحرك للمكان وتم ضبط السيدة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاء وتابع أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء قال نقيب تجاري محلات تجارة وصياغة الحلية والمجوهرات ربح علان لرؤيا قال إن الإقبال على شراء الذهب ليس بالأمر المفاجئ مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الذهب محليا ارتفع خلال الأسبوع الثلاثة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة بنسبة 75% تزامنا مع موسم الأعراس ارتفعت نسبة الطلب على الذهب خلال الثلاثة أسبوع الماضية بنسبة 75% عن مثيلاتها بـ 2020 و50% عن 2021 هلأ بالمجمل عام 2022 كان الأكثر طلبا خلال خمس سنوات مضر نعم فإحنا يعني حقيقة بنشهد طلب متزايد على الذهب سواء يعني لعدة أسباب الأسباب اللي هي ذكرناها نعم اللي ذكرناها انكفاض السعر وفتح القطاعات أنا بدي أسألك تتسبب صلاة الأفراح داخل الأحياء السكنية بإزعاج كبير لسكان المجاورين لها بالإضافة إلى أزمات سير خانقة في ظل عدم وجود مواقف خاصة بها تكفي مركبات المواطنين المدعوين لها مما يسبب حالة من الإرباك لسكان المناطق التي تقع فيها هذه الصلاة حفلات الزفاف ما يفرح العرسان يزعج الجيران عنوان يضع المواطن في حيرة من أمره ويقسم الأراء فكل الطرفين له الحق إما بالفرح وإما بالراحة لكن بعض صلاة الأفراح بين الأحياء السكنية أصبحت مربكة لجيرانها نتيجة ظواهر سلبية ناجمة عنها إزعاج بوقفوا يعني مزدوجوا بعكروا صفونا بدنا نطلع من الكراج ما فيه والناس أكثر شيء كمان مش متعاونة هاي واحدة الشغلة الثانية الصلاة بعد ما تخلص الحفلة في عندهم مخلفات كتير فبزعجوا يعني بربوها في الشارع في حاوية ما بتكفي هذا إزعاج إلنا وبيجيب إلنا الأمراض الشغلة الثالثة إنه طبعا الصوت فينا ناس كبيرة في السن ناس مريضة بتحبش الإزعاج هم طبعا إيش شغلهم فأغاني مثلا لنص الليل وإش زي هيك الأحياء السكنية الموجودين كمان وجود الصالة بيناتهم كثير بتأثر عليهم الاستفاف كمان عد السيارات المعزين بتكون أكثر بكثير من الباركينغ تبع الصالة والاستفاف المزدوج كمان وننتيجة هذا الإشي بيصير في استفاف مزدوج برا كله بأثر أنه بيعمل كثير أزمة لكن عند العودة إلى أصل الحكاية نكتشف عدم وجود ما يمنع من بناء صالة للأفراح طالما أنها جاءت ضمن القوانين المعمولة بها ما بتجي صالة بوسط حي سكني إلا إذا كانت الحي السكني هو أجعلها جديد هي تكون مرخصها سابقاً قديم ضمن شروط محافظة العاصمة وأمانة عمان الكبرى نحكي أنه الآن يوجد صلاة أفراحة داخل السكن ما أتوقع أنه كانت هذه المباني السكنية موجودة قبل وجود الصالة هي الآن صحاب أراضي يجيو الناس يشتروا بجنب هذه القاعات الأفراح وعمروا وأصبحت مناطق سكنية هو الآن موفر الشروط اللي يقدر من أجل يحصل على الترخيص جانب آخر من هذه القضية يجب الوقوف عليها وهو تحويل الجمعيات الأهلية والنواد لصالات للأفراح غير مؤهلة لا زلنا أن نخاطب الجهات المعنية والجهات الرسمية بأنه يجب إيقاف الدوين العائلية والجمعيات الخاصة والجمعيات منها أن نوقف هذا الاستثمار والمزارع إلا أن الآن لم نجد عين صاغية لأنها لمطالبنا تبقى مشكلة صالات الأفراح في الأحياء السكنية ظاهرة تؤرق الباحثين عن قسط من الراحة في ظل قانونية إنشائها على الأسس الموضوعة أسامة بليبلي رؤية شكى مواطنون من كثرة الحوادث على الطريق بين محافظتي جرش وعجلون التي خصص مجلس محافظة جرش مبلغ مئة ألف دينار لتحسينها طريق الموت هكذا يسميه رواد ومجاورون طريق جرش عجلون لكثرة الحوادث علي هذا الطريق الذي يربط المحافظتين ويعد طريقا رئيسيا للعاصمة عمان أصبح مصيدة لسالكيه بعد أن شهد العديد من حوادث السير المتكررة فالطريق يحتاج إلى إنارة وعواكس وجسور وإرصفة للمشاة هذا الشارع أولا يعني يعتبر من أكثر الشوارع الموجودة في محافظة جرش حدثت أكثر من حالة وفاة ومن أقبائي وأبناء عموتي حدثت حالتين وفاة على هذا الشارع وكانت حالات دهس بالإضافة أيضا إلى حالات وفاة أخرى كانت تحدث لأشخاص المستخدموا هذا الشارع بالنسبة للسكان الساكين هنا المفروض يكون فيه ممر مشاه يفصل ما بين الشارع على يمين وعلى الشمال لأنه هنا يعتبر فيه سكان على يمين وفيه سكان على الشمال فالشارع هذا خطورة اللي هي الكربة هاي هاي الكربة صار عليها حواتي كثيرة تسببت فيه وفايات منها مجلس محافظة جرش قرر خلال موازنة هذا العام تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لإنارة أجزاء من الطريق وأكد عن عجزه على إعادة تعبيده وتوسعته وتزويده بجزيرة وسطية نظرا للتكاليف العالية هذا الشارع يعتبر من الشوارع الخطيرة في محافظة جرش ونحن في مجلس محافظة جرش نحاول أن نضع بعض الحلول لأنه توسعة الشارع يعتبر تكلفة عالية بالنسبة لموازنة محافظة جرش ويفوق إمكانياتنا وجدنا أنه من بعض الحلول أنه إنارة هذا الشارع وقسم هذا المشروع إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي من منطقة زقريت إلى ريمون إلى مثلث التومين كما يسمى والمرحلة الثانية من زقريت استكمالا إلى باب عمان والمرحلة الثالثة من مثلث ريمون استكمالا إلى مثلث الصفصافة وإن شاء الله أنه سوف يساهم في الحد من الحوادث على هذا الشارع لأنه هذا الشارع يعاني من الزحامات مرورية كونه يربط محافظة عجنون بباقي محافظات المملكة باستثناء محافظة إربد الحركة على الطريق تنشط خلال فصل الصيف مع نشاط الرحلات إلى المحافظتين نظرا لطبيعة الخلابة والجو المعتدل ولكن خطر الحوادث على الطريق يهدد رواده بسبب سوء البنية التحتية بعد عامين من التوقف عادت فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته العشرين في العاصمة عمان بمشاركات عشرات الشركات الصناعية المحلية والعربية ويتيح المهرجان الذي يقام في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات دخولا مجانيا للمواطنين حيث شهد حضور أعداد كبيرة من الزبائن والمرتدين في يومه الأول فيما يشمل المهرجان العديد من المعروضات منها الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والصناعات البلاستيكية والمنظفات والتحف والهدايا كما وتتوفر خدمة البيع المباشر للزائرين حجم المشاركة كبير جدا حوالي 100 شركة عارضة مناصف ما بين الشركات الأردنية وشركات من دول عربية شقيقة وأيضا دول صديقة هو فرصة طيبة لاسيما أننا في موسم الصيف موسم العطل موسم قدوم المغتربين الهدف من هذا المهرجان هو تشبيك الصانع والصانع الأردني وهو التاجر أيضا مع نظرائهم من رجال أعمال الذين يحضرون إلى المهرجان من مختلف الدول تتواصل فعاليات مهرجان جارش للثقافة والفنون لليوم الثالث وسط إقبال جماهيري ملحوظ للمزيد ينضم إلينا مرسل صهيب المومني من هناك أهلا بك صهيب يعني اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون الإقبال أكثر من الأيام السابقة ضعنا الآن في الأجواء من حولك وكيف هو الإقبال على المهرجان نعم محمد مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين من هنا من ساحة الأعمدة من أحد مدن الديكابولس العشر مدينة جرش الأثرية عادة الحياة تدق أبواب هذه المدينة بعد انطلاق هذا المهرجان اليوم تشهد هذه المدينة يعني حضور من الزوار والسياح بشكل ملحوظ وأكبر والآن سينضم إلينا أحد الزوار المهرجان ليروي لنا إحداثيات زيارته يعطيك العافية الله يعافيك عرفنا بنفسك بخيط محمد الشبلي من سلطنة عمان أهلا وسهلا فيك بدنا تحكي لنا أول مرة بتزور مهرجان جرش نعم هذه أول زيارة لنا ونحن وفد مشارك من سلطنة عمان بدعوة كريمة من وزارة الثقافة الأردنية كانت موجهة إلينا نمثل مجلس سحار الثقافي وأيضا جمعية المرأة العمانية بالسحار وفريق قصطاس القانوني نعم كيف شفت لنا أجواء المهرجان اليوم ما شاء الله ترتيب جدا رهيب أنا لا أستطيع أن أقول أنها حضارة بل ملتقى حضارات حضارات متعددة ثقافات متعددة ترتيب على أعلى مستوى استقبال على أعلى مستوى حقيقة لا أقول أنني أعجبت بل أقول أنني انبهرت بحجم هذا الاستقبال بحجم هذه الثقافة بحجم هذه الفنون بحجم هذه الحضارة التي رأيتها في مهرجان جرش أهلا وسهلا فيكم نتمنى لك زيارة وإقامة ممتعة وشكرا جزيلا إليك نعم والآن تنضمننا كمان أحد الزوار يعطيك العافية أهلا الله يعافينا بنفسك أنا فرح أحد زوار لمهرجان جرش مهرجان مميز بحلته الجديدة ببرامجه المنوعة ويعني أنا بتمنى أنه يكون فيه تسليط ضوء أكتر على مهرجان جرش خصوصا أنه بتميز بدعم المنتجات الأردنية وفيه أكثر يعني مثل ما شفنا كمان دعم منتجات التأهيل إصلاح والتأهيل ويعني مختلف عدة وكمان إدارة جرش نشوف أنها مش مقصرة مع جميع الأطراف من تنظيم من تواجد والجهات الأمنية اللي يعطيهم العافية ما قصروا بوجودهم وبنتمنى أنه خلال الفترة الجاي أنه الناس تكون موجودة خلال هذا المهرجان لأنه حتى تكلفت المهرجان مش مبلغ كبير وكمان ممكن يعني أنا اللي شفته أنه ينضموا عن أردنة جنة لأنه بيوفر مواصلات للمواطنين شكرا جزيلا إليك نعم محمد يعني هناك العديد من الفعاليات بالمجان على العديد من المسارح هنا في مدينة جرش الأثرية أيضا نذكر محمد أن بلدية جرش قامت بتوفير أكثر من ثمانين كشك لسيدات المجتمع المحلي في محافظة جرش بالإضافة إلى أيضا شباب من المجتمع المحلي في العديد من المواقع أيضا محمد هناك تواجد أمني وخطة أمنية موضوعة لهذا المهرجان الفرح والسرور يعم زوار المهرجان ونتمنى لهم يعني الإنبساط في هذا المهرجان هذه الصورة من ساحة الأعمدة نقول لك الكلمة في استوديو الأخبار أشكرك مرسلنا صهيب المومني كنت معنا من جرش منذ عقود وتحديات معظم بلديات المملكة لم تبرح مكانها ولا أي حلول جذرية لها حتى اللحظة ومن أبرز تلك المشاكل هي الأمور المالية والتي عكست سلبا على الجوانب الخدمية والبنى التحتية التفاصيل في التقرير التالي قبل أيام أكدت وزارة الإدارة المحلية حرصها على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية مبدية استعدادها لتقديم خبراتها في مختلف مجالات التنمية المحلية في وقت تشكو منه البلديات المحلية من عدم تعاون الوزارة معها ما نلمس من تعاون من وزارة الإدارة المحلية حتى هذه اللحظة هو قليل جداً مشاكل وتحديات البلديات ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ عقود وآخذة بالازدياد وأبرزها المالية الضعاني من نقص حد في التمويل اللازم بلدية السلطة الكبرى كباقي بلديات المملكة تعاني من التحديات ومعوقات من أبرزها التحديات المالية نحن الآن نواجه عدة تحديات لكن عازمين أن نحول هذه التحديات لفرص أبرز تحدي كبير هو العجز المالي والحساب المكشوف وتمر البلدية أعتقد أنها بغائقة مالية لهذه الظروف لكن نحن نتوقع أن نحل هذه المعضلة تلك المشاكل الماديا عكست وبشكل مباشر على البنى التحتية فإن صلتنا الضوء على الشوارع فلن نستطيع حصر مشاكلها بحسب ما قاله بعض رؤساء البلديات لرؤية وبعيدا عن الشوارع فإن مشكلة النفايات هي الأخرى باتت مؤرقة للمواطن أكثر من رئيس البلدية مشكلة الصرف الصحي من أبرز المشاكل التي تحدث فيها أبناء معان في أحاديثهم الجانبي واليومي حتى في أحاديث المساء يتجذبون الحديث ويقولون أنه أكبر تحدي يواجه مدينة معان بالمرحل الحالي اللي هي خط الصرف الصحي المحرومة منه مدينة معان نعاني من لية أنه تخلص من النفايات هذا العمل يعيقنا بهذه الجزئية أنه كيفية التخلص من النفايات بهذه المرحلة عندنا التحدي الثاني هو التحدي البيئي الموجود ضمن حدود المدينة المشاكل المالية أيضا أثرت على مديونية معظم البلديات الأمر الذي أثر على العطاءات التي تطرحها لإنشاء مشاريع جديدة لعدم التزام بعض البلديات بدفع المستحقات اللازمة لأن معظم الموازنة تذهب من أجل دفع الرواتب إذا بدك تترى عطاء فتحه تعبيد شارع واحد بده من نصف مليون إلى مليون دينار لطبيعة المنطقة الجغرافية آمل أن تكون الوزارة والحكومة معنية بهذا المحور يوجد مديونية تقدر بحوالي سبعة مليون يعني هذا المبلغ هو ثقيل ومزعج خصوصا أيضا ما يترتب على هذه المديونية من فوائد الآن يعني يوجد مخاطبات يوجد مطالبات على مستوى المملكة لأنه يعني مجموعة الديون الموجودة على البلدية تتجاوز الثلاثمائة مليون أما القوى العاملة في البلديات في نقصان فترة تريد وزارة الإدارة المحلية أن تحل العملة المحلية مكان الوافدة خاصة في وظيفة عامل الوطن وترة أخرى يصدر تعميم بعدم التنسيب بتعيين أي عامل إلا في حال توفر الشاغر والمخصصات على موازنة البلدية المصدقة وبعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الذي يبرز التحديات والمشاكل التي تعاني منها بلديات المملكة ينضم إلينا كل من رئيس بلدية إربد الكبرى دكتور نبيل الكوفحي ورئيس بلدية مادبة الكبرى عارف رواجيح أهلا بكما ضيفي الكريمين يعني أبدأ معك رئيس بلدية مادبة سيد عارف يعني بعد اللقاء الذي جمعكم مع وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ما هي أبرز الأمور التي توصلتم لها خاصة وأن معظم بلديات المملكة تعاني من نفس المشكلة وهي الضائقة المالية سيدي بداية شكرا لقناة رؤية على إتاحة هذا اللقاء وأنا أعتقد أن البلديات الأردنية بعراقتها القديمة وكثيرا وبعض من البلديات الأردنية أنشأت وقيمت منذ عهد الإمارة الآن البلديات للآن هي مثل ما تفضل الإخواني الزملاء تعاني من مديونية عالية من البعض نتيجة العجز المالي وللأمان هو السبب الرئيسي هي كلفة الخدمات العالية للخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين النظافة والبيئة شراء الآليات وتوابع النظافة وأيضا العاملين في جهاز النظافة هو يأخذ نسبة كبيرة من موازنة البلدية سيد عارف اختصارا للوقت ما أبرز الأمور التي توصلتم لها عند الاجتماع مع وزير الإدارة المحلية نحن للأمان أنا أعتقد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية معالي الباشا توفيقي كريشان يقود البلديات بأمل الأفضل وهو متفائل ونحن نتفق معه بهذا التفائل نحن ركزنا على الخدمات الضرورية للمواطنين البيئة والنظافة والمشاريع الفتح والتعبيد والخلطات الإسفلتية وأيضا يقابلها الجانب الاستثماري الجانب الاستثمارات المالية يجب أن تقود البلدية التنمية والتنمية هي ركو نهام بالبلديات يعني هل توصلتم إلى حلول مالية نتيجة هذا الاجتماع؟ الحلول المالية هي تكمن أولا بدعم وزارة البلديات وزارة الإدارة المحلية للبلديات الأردينية في شكل عام وهي مشكلتها متشابهة ويعني نسخة بقائصة عن بعضها ثانيا اللي هي المشكلة للمساعدتنا في تحصيل أموال البلدية التحصيلات المالية نعم بفرض قانون التحصيلات المالية من المهم فرضا بلدية مادبة لها على المواطنين 12 مليون بالمقابل مديونة البلدية تقريبا 5 إلى 6 مليون إذن إحنا نهيب بخوان المواطنين إنهم يتساعدوا أيضا مع البلدية حتى يقدر أن يصد إليه الخدمة ابقى معي سيد عارف أنتقل إلى دكتور الكوفحي يعني أيضا السؤال حول اجتماعكم مع وزير الإدارة المحلية ماذا حمل في طياته؟ شكرا لك حقيقة أنا لم أحضر ذلك الاجتماع لكن حقيقة مشكلات البلديات ليست وليدة اللحظة هناك مشكلة في التشريعات وهناك مشكلة مالية حقيقة المشكلة المالية أعتقد أن حجم المسؤوليات والواجبات الملقا على البلديات التي تقدم خدمة الليل والنهار لكافة الإخوة المواطنين والساكنين هي مسؤولية كبرى لا توازي حجم المداخيل المالية التي في معظمها رسوم خدمات مختلفة كرسوم خدمات النظافة ورخص الأبنى ورخص المهن لا تكفي حقيقة لإسناد هذه البلديات في القيام بواجباته خاصة في البلديات الصغرى أو بالتحديد بلديات الفئة الثانية والفئة الثالثة وحتى أكون أكثر دقة نعتقد أنه أتى بعض البلديات الفئة الأولى ليس لديها أيضا موارد كافية من خلال الاستثمار حتى تسج هذه الفجوة التي تحملها حقيقة مسؤوليات كبيرة حقيقة في لقاءات سابقة معاني الوزير تم اتفاق على مجموعة من هذه النقاط من هذه النقاط أولا التوجه لإلغاء أو شطب فوائد الديون المستحقة على البلديات لبنك تنمية المدنون القرى وهي في المناسبة كبيرة خاصة أن معظم البلديات تتأخر في فواد سداد الاستحقاقات الأصلية أو الديون الأصلية نهيكة عن هذه الفوائد ثاني هذه الأمور أعتقد أنه لا بد من دعم مالي حقيقة خاصة أن لدينا بلديات منتخبة منذ حوالي أربعة سهور وهي لا تتحمل وزر ومسؤولية ما تم في البلديات في الفترة السابقة وكانت وزارة الإدارة المنحلية على رقابة وعلم بتلك الإجراءات التي ربما تسببت بشكل أو بآخر في رفل هذه البلديات طيب دكتور يعني عدى عن التحديات المالية عدى عن التحديات المالية ما الذي يواجهكم أيضا من تحديات في البلديات يعني هناك أيضا تحدي بالتسريعات يعني أنا أتكلم بأسى أن يجتمع المجلس البلدي للموافقة على صرف فاتورة واس أب بـ 12 دينار و 60 قرش لهذه الدردة حقيقة اجتمع المجلس البلدي للموافقة على صرف 10 دينار لفاتورة واس أب نعم أو 60 قرش نعم هذه إحدى النقاط على جدو الأعمال مجلس بلدي حقيقة يعني ليست لهذه الغاية لكن أحد النقاط هذا هو حجم التغول على هذه المجالس المنتخبة أعتقد أن هناك تآكل لسلطة هذه المجالس وصلاحيات رؤساء البلديات في موضوع العطاءات نحن دورة العطاء عندنا نتأخذ أكثر من ثلاثة شهور حتى يتم الموافقة على هذا العطاء بإجراءات كثيرة طيب يعني هذا التأخير من من دكتور يعني دعنا نتكلم بكل وضوح لمن يعود هذا التأخير نحن تكلمنا بكل وضوح أمام معالي الوزير في لقاء جمع كافة رؤساء البلديات أن نظام التراسل حتى وإن كان عبر تطبيق إلكتروني هو نظام يتأخر كثيرا ربما هنا لخلل ما لدى وزارة الإدارة المحلية تحديدا في سرعة الاستجابة لهذا الأمر نحن نعتقد أنه لابد من تفويض البلديات حتى نقلل من مثل هذا التأخير ولابد أيضا معالجات أخرى أنا أعتقد أيضا من التحديات الأخرى أن هذه البلديات لا تملك سلطات لإجبار المواطنين لإزالة المخالفات نحن بين قصين أحيانا للأسر نستجدي قوة الشرطة حتى تكون بتطبيق القانون في موضوع المخالفات كثيرة لابد أفول من إعطاء البلديات الصلاحية واسعة في هذا الاتجاه نعم نعم ابقى معي دكتور نبيل بالعودة ثانية إلى السيد عارف يعني ما هي خطتكم للأعوام المقبلة خاصة بعد تسمية ماذبة عاصمة للسياحة العربية سيدة إحنا بدأنا بلقاءات مع المواطنين لتحديد احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع الخدمية والإنمائية وبعون الله الأسبوع القادم سنجتمع مع منطقة ماذبة مناطق ماذبة تم الاجتماع معهم وسنعكس ذلك على تحديد أولويات المشاريع الخدمية للمواطنين وأيضاً أعداد خطة استراتيجية لفترة الأربع سنوات القادمة بحيث المواطن في ماذبة يطلع ما هي المشاريع المراد تنفيذه خلال برنامج العمل على مدار الأربع سنوات وأيضاً المشاريع الإنمائية ونحن نركز لا بد من التركيز على المشاريع الاستثمارية حتى يكون هناك نوع من التوازن والمعادلة المقبولة على الأقل بين الخدمات الكلفة العالية التي تدفعها البلديات الأردنية وبين الإرادات من المشاريع الاستثمارية وبعون الله أن القادم أفضل لماذبة خاصة أنها عاصمة السياحة العربية ونحن نتأمل أن تتبنى وزارة البلديات الميزة النسبية لكل بلدية أو مجموعة البلديات في محافظة المعادلة الميزة النسبية السياحة فبالتالي لا بد من أن يكون هناك مشاريع استثمارية سياحية تخلق فرص عمل بتشجع السياح وأيضا بيكون انعكاسة على الواقع الاستثماري والخدمي يبقى معي سيد عارف بالعودة ثانية إليك دكتور كفحي فيما يتعلق بواقع النظافة في المدينة هناك شكاوى من تراجع مستوى النظافة في مدينة إربط بصورة عامة هل الأسباب هنا تكمن في قضية تعيين عمال الوطن والميزانيات أيضا؟ يعني شكرا لك حقيقة الملاحظة ربما ليست دقيقة ربما تكون هناك اختراقات أو فجوات هنا أو هناك لكن المؤشر العام لعمليات النظافة هو في تحسن وبالتأكيد لم نصل للمستوى الذي يستحق المواطنون ويرضينا أيضا هناك بالتأكيد في نقص في العمالة لدينا توجه بتعيين حوالي 150 عام الوطن وأخذنا وعد من معالي الوزير بالموافق على ذلك لدينا نقص كبير حقيقة في الآليات ومعظم آليات البلدية متقادمة ومتهالكة وقد استنفذ العمر التشغيل الكثير منها ولدينا أيضا حتى نكون أكثر صراحة لكياس سلبية من بعض الإخوة المواطنين التي تعيق عمليات النظافة بشكل آخر وهي ليست فقط في مدينة إربد أو بلدية إربد الكبرى بل للأسف هذه سلوكيات تعمل البلدية وأعتقد أن كافة الزملاء يعملون بشكل متوازن على رفع منسوب الوعي والانتماء لهذه المدينة أعتقد أنه بالمجمل نحتاج أيضا إلى تطوير طرق إدارة النفايات ونحن في المناسبة لدينا مشاريع طموحة باتجاه إعادة تدوير هذه النفايات وأن تتحول النفايات إلى قيمة مالية تساعدنا في تغطية تكاليف الجمع والنقل والتي لدينا عجز فيها عفوا حوالي 50% من الكلفة الحقيقي رئيس بلدية إربد الكبرى دكتور نبيل الكوفحي ورئيس بلدية مادب الكبرى عارف الرواجيح كنتما معنا شكرا جزيلا لكما